يتأمل براء صاحب السبعة أعوام بحصرة أصدقاءه النازحين وهم يلعبون كرة القدم فقدمه اليمنى قد تم بترها خلال قصف إسرائيلي على منزله في غزة يحاول براء أن يستخدم قدمه اليسرى للعب وتراهن عائلته على أن يتمكن من إجراء عملية زرع قدم صناعية لكي يتمكن من المشي عليها عنده بتر في رجله في رجل اليمين من فوق الركبة جينا هنا في مصر طبعا عملوا له العلاج وجرحه نشفه كويس الحمد لله الآن نحن نستنى في تركيب طرف إلو طبعا نحن العملية هذه عملية صعبة علينا ومش هي الصعبة أي حاجة لأنه بيوتنا راحة ومصرينا راحة وبالناشد أي دولة في العالم تتفضل وتكرمنا أنه نتركب طرف لأبننا هذا لأنه إحنا لو تركونا ما حنقدر لا نعالجه ولا نعمل له طرف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت آلاف القتلى والمصابين أغلب هذه الإصابات هي لبتر في الأطراف الوضع الصحي المنهار في القطاع دفع كثيرا منهم إلى التوجه للسفر خارج البلاد لإجراء عمليات زرع لأطراف صناعية روان تبلغ من العمر 27 عاما أم لثلاث بنات أصغرهن رضيعة ولدت أثناء الحرب روان فقدت قدمها التي تم بطرها وتأمل في إمكانية إجراء عملية زرع صناعية في أقرب وقت كان فيه تهتك عندي في العضلات وتكسير في العضام في الجهة الأيسر من المشط الرجل بعد فترة صار سوسة في العضل فاطر أنهما يبتروا المشط الرجل من الأمام يعني أنا هلأ لسه بدي رفع كعب وترميم للمشط القدم فحتى الآن أنا بناشد أنه أسافر أي دولة بتخص تركيب الأطراف عشان أني أقدر أكمل وأمارس حياة العملية أطفال غزة نازحون يستمرون في اللهو يحلمون بإنهاء القتال والعودة لبلدهم أما براء فيستمر في التأمل والتفكير في إمكانية عودته بقدم صناعية أحمد عثمان الحدث مدينة العريش محافظة شمال سيناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر